بعض التفاصيل المهمة النهاردة عندي تفصيلة جديدة وممكن الناس في الاعلام في مصر تحديدا ما تركز معها امتى يبدأوا يركزوا لما بتلاقي نفسك داخل على عقوبة او مشكلة وتلاقي نفسك متعاقب ب300 الف دولار او 200 الف دولار ليه انا بتكلم في الموضوع ده النهاردة لان من ساعة ما خرجت قرارات لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي على احداث مباراة الزمالك والاهل في السوبر الافريقي الدنيا مقلوبة خدوا مني الخبر الجديد درقة الاتحاد الافريقي بعت خطاب رسمي للاتحاد المصري ولكل الاتحادات او مش الامر يخص الكرة المصرية بس لا لكل الاتحادات الخطاب ده في ايه الخطاب ده الاتحاد الافريقي وضع بنود وشرع قوانين بتغليز العقوبات المالية على مسابق الدوري ابطال افريقيا لهنطلق يوم 26 نوفمبر تاني الاتحاد الافريقي زود ليحة العقوبات المالية وغلز العقوبات وعمل ليحة بخصوص دوري ابطال افريقيا اللي هينطلق يوم 26 نوفمبر وبالتبعية كأس الكونفيدرالية وكأس السوبر الافريقي الناس بتقول لي تغليز العقوبات المالية ده عشان المشاكل اللي في الملاعب يعني والاحتجاجات والاعتداءات والانسحاب لا ده دلي ليحة وكده كده الارقام زي ما انتشفت كبيرة بس ما حدش عايز زيارة خد الجديد كمان لايحة التسويق المنظمة لحقوق الرعاية ما بين الاندية والاتحادات الوطنية مع الاتحاد الافريقي النهاردة صدر فيها قرارات غير طبيعية غرامات مالية لن تتخيلوها لم ولن حد فيكم كممكن يتخيلها انا هستعرض معاكم بس كده ايه كم بند لحقيقة بس ايه اشوف الخطاب قبل ما اطلب معاكم هوا انتو عارفين لو اي نادي لو اي نادي عشان الناس بتقولك ايه 300 الف دولار كتير اوي لا اسمع اللي ايه بقى لو اي نادي لعب ماتش في دورة بطالة افريقيا وجابي الكورة اللي لعب بيها غير الكورة الرسمية ممكن تتغرم كام يعني دي لو في الدورة المصري كده كده مفيش لايحة في الدورة المصري بتتكلم على الكورة يعني احنا بنلعب بقى اي كورة بنلعب بقى اي كورة من للأسف في الكورة الموحدة لس اسف يعني مش موجود بس حتى لو اتعملت ايه يقولك ايه 5000 جنيه 10000 جنيه لا في الاتحاد الافريقي في اول مرة 30 الف دولار لو القرار التاني 40 الف دولار طب لو نادي وضع علامة تجارية غير معتمدة من الاتحاد الافريقي الغارمة بتبدأ من 40 لمية الف دولار مية الف دولار لو حطيت بس اي علامة تجارية على تي شيرت او على كوم من غير ما تاخد اعتماد من الاتحاد الافريقي طب شرط الكابتن الشعر اللي بتحطها على الكاتف دي ده يفات اتفاق مع الكاف عشان ده فيها حقوق تسويقية للاتحاد الافريقي لو انت مزبطتهاش واعتمدتها من الكاف 60 الف دولار انا بقول لكم لايحة التسويق المتعلقة بالغرامات المالية السنة دي انا شفت ارقام كبيرة جدا تتخيل بقى في كل مطش لو في نادي مش مركز وقاري كويس وعمل كل يوم مثلا ام في كل مباراة مخلفة من دول هيليها نفسه في اخر الموسم بدأ ما ياخد الاثنين مليون او الاربعة مليون هيدفع عليها فلوس طيب لو في حصلت مشكلة في حقوق الباس التلفزيوني يعني مثلا وانت بتزيع المباراة خدت منها لقطات او نقلت المباراة كل ايراد البطولة اللي كان جايلك هيتخصم منك هتطلع من البطولة بدون ولا مالين ده ألف به ده غير العقوبات التعديبية أنت كده كده الاتحاد الافريقي ليه كوتا معينة وعدد معين من التذاكر أخرت على الكاف نسبة معينة من التذاكر أخرتها يوم اتنين غرامة بتبدأ من عشر تلاف دولار لاربعين ألف دولار تتخيلوا حتى التذاكر لو تأخرت عن معادة ارسالها الغرامة ممكن توصل لاربعين ألف دولار طيب لو معفرتها شخص بقى ما بعدتش التذاكر للشركة الرعية او للاتحاد الافريقي تسعين ألف دولار تسعين ألف دولار طيب روح لبست على التي شيرت أو حطيت على التي شيرت بتاعك راعي دون الاتفاق مع الاتحاد الإفريق الغرار بتبدأ من خمسين لمية وخمسين ألف دولار مية وخمسين ألف دولار وبتضعف على حسب الحدث وبتتقرر كم مرة شوفوا الغرامات عاملة إزاي طيب أنا قلت لكم طبعاً بس المباريات أو مقاطع من المباريات الغرار تبدأ من مية وممكن يتخص منك الإيراد بالكامل هل حد ممكن يتخيل أن الاتحاد الإفريقي وصل لهذه المرحلة من فكرة الاحترافية في اختار الاتحادات والأندية سنوياً بهذا الشكل والنهاردة الغرامات المالية بتوصل للأرقام دي أنا بقول ده النهاردة ليه عشان احنا بنسجل ده صوت وصورة وحنا لسه في بداية الموسم عشان ما نوصل لنهاية الموسم وتلاقي نادي طالع بيقول أنا المكافأة بتاعتين وصها راح في الغرامات هو الكاف بيكون نفسه علي مالية اقروا قبل ما تتكلموا دي غرامات مالية ومهم جداً الناس تقرأ واتتابع الغرامات التقديمية بخصوص التلوح بالانسحاب والاعتداءات والكلام ده كله ده ليه أرقام شبهة بدي وأكتر لكن ده كمان وصلت للمرحلة أن الحقوق التسويقية بعد ما كانت غراماتنا خمس سلاف وعشر تلاف لا ده ندخلنا في الخمسين والمية والمية وخمسين وفي وقاية محددة ممكن يتمنى عنك إرادة البطولة بالكامل إيه رأيكم على فكرة ده خطاب رسمي معايا نسخة منه وصل بالأمس للتحاد الكورة وفي نفس التوقيت اتبعث لكل الاتحادات الوطنية عشان تختل الأندية هل بقى الأندية وصل لها الكلام ده أحد الأندية كثيرة الاعتراض ونظرية المؤامرة قريت الكلام ده وانت لسه عندك بطولة هتبدأ ايه في شهر نوفمبر في آخر نوفمبر قدينة قمنا بدورنا وبلغنا كل الناس بالتفاصيل الجديدة وزي ما قلت لحضراتكم اي قرار اي خطوة اي معلومة هنكون معاكم لحظة بلحظة بكافة التفاصيل محلية قرية دولية خلال الفترة اللي جاي